أكثر من 12 مليون فرانك السفاء لقيمة المالية كقروض صغيرة للمنتجين الزراعيين عبر الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي فرع ولاية الشار الأوسط عيسى الشريفة التي قال إن القروض المقدمة من الهكومة ستسحم في الحد من الفقر وزيادة الإنتاج الزراعي من ناهيته العمين العام لولاية الشار الأوسط أحمد تجاني أحمد قال إن الحكومة الشادية وعلى رأسها رئيس المجلس العسكر الانتقالي الفريق محمد ديريز دبيدنو عبر الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي تسعى جاهدة لتقوية وتعزيز كفاءات الجمعيات والتجمعات الزراعية عبر القروض الصغيرة يذكر أن عدد المستفيدين 174 تجمعا زراعيا بكانتون باليمبا بولاية الشار الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر